السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي عاملين ايه وارجعت لكم بفيديو جديد النهاردة احلاة حمام هتاكلوه ان شاء الله بالطريقة الحلوة بتاعتي دي ان شاء الله باذن الله تعملو الحمام بالطريقة دي هتلاقوه جميل وهتلاقوه طعمه جميل وهتلاقوه دايف في البق هتاكلوه بعضمه والله بصوا ومعاه ان شاء الله رز بالكاري بالقبض وبالاوانس باذن الله هو ده اللي احنا هنعمله بس النهاردة وحاجة خفيفة كده معانا ان شاء الله طبق الرز بلبا احلى طبق الرز بلبا بص باذن الله كده المكونات معانا ستة حمامات معانا مستردة معانا التوابل ومعانا بسلطين ضربناهم في الكبة وما جبناش الكبة النهاردة علشان ما تعملاش معانا زين بقى ومعانا الصلصة ومعانا الكبد والقوانس الكبد والقوانس دي حبيبي هنعمل بها الرز ان شاء الله معاكم بقى بصوا انا فتحت الحمامة هو هنفتح الحمامة من النص كده بالمقصب السكينة على حسب ما انت عاوز زي ما انتوا شايفين بصوا حبيبي المكونات معاكم المكونات فلفل ملح بهارات البصل المبشور الكبد والقوانس ههيت بردك بورها لكم بس الكبد والقوانس ان شاء الله هنعمل بها الرز المستردة ومعانا الصلصة معانا معلقتين صلصة كبار هنحطهم على الخلطة بتاعت الحمامة باذن الله بصوا العسال اللي في ايدي دي بتاعت الخلط دي هندق عليها كده بالحمام علشان العظم بتاع الحمام يبقى طري معانا والحمامية الطيب بسرعة لو عندك ايدي الهون مثلا لو اي حاجة يعني اتصرفي بصوا حبيبي كده هنحط ايه هنحط معانا المستردة على الخلطة بتاعتنا حبيبي اشتركوا في القناة فعلوا الجرس اعملوا لايك حلو اكتبوا تعليق حلو ان شاء الله باذن الله بفضل الله وبفضلكم القناة تكبر باذن الله وتكون اكبر قناة على اليوتيوب بصوا كده حبيبي انا حطيت المكونات كلها وهنقلب المكونات وبعد ما قلبنا المكونات كلها بالحمام ان شاء الله هنحطوا في التلاجة شوية عبل ما نعملوا الرز بتاعنا وهنيجي للرز بتاعنا والطلبات بتاعت الرز بتاعنا كيلو رز معانا كيلو رز غسلناه ونشفناه ومعانا التوابل ومعانا البصل المبشور ده الكاري ده واحدة مرأة الدجاج علشان حبيبي احنا ما عندناش شربة النهاردة فاحنا هنحط واحدة مرأة الدجاج ومعانا الملح ومعانا الفلفل ودي الكبد والقوانص ومعانا برضو السبع بهارات ما تنسوهاش ومعانا السمنة ومعانا معلقتين سمنة كوبا بصوا كده يا حبيبي اهدلوقت الحل على النار هننزل بالسمنة اشتركوا في القناة يا حبيبي فعلوا الجرس اعملوا لايك اكتبوا تعليق ان شاء الله باذن الله ونقول اللهم صلي على النبي اللهم صلي عليك يا سيدنا محمد بصوا كده حبيبي السمنة هنسخنها شوية كده على النار علشان ننزل عليها البصل وهناخد البصل وننزله في السمنة نشوحه تشوحتين كده خفاف كده قبل ما نحط الكبد والقوانص اه ونزلنا بالبصل هنقلب بقى البصل هنقلب البصل حبيبي اشتركوا في القناة فعلوا الجرس فضلا وليس امرا بصوا كده بصوا احنا عايزين البصل ايه بقى ما مطبش تبقى لسه ناية برضو يعني هننزل عليها الكبد والقوانص وهي يدوبك يعني ايه تتبل شوية كده نشوحها تشوحتين على النار علشان ننزل على طول بالكبد والقوانص بس ما تطيبش معانا ولا تحمر معانا بصوا يا حبيبي كده اهو احنا ادناها وقتها على النار وهننزل بالكبد والقوانص اهو زي ما انتو شايفين كده بصوا اهو ونقلب بقى تقلبتين كده برضو علشان خطر الكبد والقوانص تاخد لون معانا على النار قبل ما ننزل بالبهارات بتاعتنا والفلفل والملح بتاعنا ماشي كده خلاص خادت اللون بتاعها وهننزل بقى بجميع البهارات اللي احنا حطناها الكاري والفلفل والملح والسبع بهارات او السبع توابل او البهارات المشكلة على حسب كل واحد ما بيقولها يعني بصوا كده اهو بنقلب انا لقيتها يعني ايه لسه فاضلها شوية كده قلت لقلبها تقلبتين برضو على النار كده قبل ما ننزل بالبهارات بتاعتي بس نزلنا بالبهارات اهو حبيبي الحلوين فين الاشتراك فين اللايك تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لازم تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتكون ان شاء الله القناة بتاعتنا اكبر قناة على اليوتيوب بصوا كده بصوا بقلب شوية كده بصوا بقى احنا عبال ما بنقلب كده هوت هنسكت مش هنسكت هنعمل حاجة تانية هنفكر نعمل ايه هتعملي ايه يا امه محمد هتعملي ايه مع الرز بعد ما نحط الرز بقى بتاعنا هننزل بالكيلو الرز احنا مزودين النهاردة الرز اهو نزلنا بكيلو رز كيلو رز يعني خمس كبايات مية بصوا بقى انا عبال ما حطيت الرز ونزلت بالرز في الحلة كنت انا مشغالة الكاتل على مية سخنة علشان خاطر احنا ما عندنا الشربة وافتكروا يا حبايب في الاول احنا حطنا ورقة مرأ الدجاج علشان خاطر انا ما عنديش شربة النهاردة علشان احنا عملنا الحمام ما شوي ممكن احنا لو سلقنا الحمام لو عملنا الحمام محشي ممكن احنا نعمل الرز من الشربة بتاعت الحمام بيبقى طعمه جميل برضو اهو كده بقى يا حبايب هنعمل ايه هنعمل الرز بلبن جنب الاكل بتاعنا النهاردة ومعانا اللبن معانا كيلو لبن ومعانا اربع معالق او خمس معالق نشا كبار ومعانا السكر حسب الرغبة ومعانا كوبايتين رز بس عشان الرز بلبن بيزيد في المية عشان احنا هنحطه في المية على النار علشان يطير دلوقتي بصوا يا حبيبي رز الحمام خلاص كده الرز بالكبد وبالقوانس طابت اهو زي ما انتو شايفين كده يا جمال بصوا كده شايفينه شوفوا الشكل عامل ازاي جميل ازاي اللهم صلى عن نبي بصوا كده اهو دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه بصوا بقى بتاعت المسترده دي يعني ما تتحكوش عليا بقى عشان ايه هي خلصت نعمل فيها اين المية لا نحط فيها شوية الزيت كده عشان لما نعوز نعمل زي كده هو يبقى الحاجة سهلة بدل ما نحط من الازازة ولا نحط في كوباية ولا حاجة حطنا شوية الزيت حطنا معلقتين السمنة علشان نشوح الحمام بالتدبيلة بتاعته علشان شوفوا معايا الفيديو للاخر هنشوف هنعمل ايه في الحمام بعد ما نشوحه في الطاصة الجريلا بصوا كده اهو السمنة بتسيح بتسيبها تفك شوية كده عنه تعرفين الجو برد اللي من دو اهو وننزل بقى بالحمام ايه الجميل بتاعنا بالتدبيلة بتاعته التحفة الخرافة الله اكبر بصوا الجمال بصوا الشكل بصوا الجمال هننزل بالحمام التانية اهو نزبط بقى الدنيا في الطاصة بقى اهو لو ما عندكش طاصة جريلا برضو اي طاصة اي صانية اي حاجة يعني ما نقفش قدام الحاجة يعني نعمل في اي حاجة برضو يا حبيب شغل نفسينا واحنا وقفين في المد بصوا اهو بصوا احنا بنقلب بقى كده الحمام خلاص هو اتشوح خد وقته معانا على النار نديله وقته علشان خاطر ما ياخدش معانا طياب في الاخر اهو ما ياخدش معانا وقت في الطياب بصوا اهو اللهم صلى عن نبي بصوا الجمال كده احنا قلبناه على الوشين على الجنبين اهو هنطلعوا بقى في الطبق ونكمل نحط الحمام اللي بقى اهو الله الله بصوا كده بصوا اهو هنكمل بقى ونحط الحمام اللي فاضل في قلب الطاصة برضو اهو فضلا وليس امرا حبيبي اشتركوا في القناة فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله علشان القناة تكبر بكم باذن الله بفضل الله وبفضلكم تكون اكبر قناة على اليوتيوب بصوا اهو نزلنا بقى بالحمام اللي فاضل ايه هتعملي بقى يا محمد في شوية الخلطة اللي فاضلين دولة هنحطهم في الصينية اللي هندخلها في الفرن باذن الله بالحمام هنرسوهم كده في قعر الصينية كده بصوا بقى يا حبيبي دلوقت الرز بلبن وهوت خلاص احنا حطينا السكر قرب خلاص يعني هي يطيب الرز قرب يطيب نزلنا بالسكر وسبناه شوية ونكون احنا خلاص حطينا النشا في اللبن وضربينه من المضرق علشان خاطر النشا ما يكلكعش معانا بصوا يا حبيبي كده هنخلصنا الحمام وهوت ونزلنا اللي في الطاصة في الصينية على الحمام بعد ما حطينا خلطتنا الحلوة الجميل علشان نحطه في الفرن ونكون مولعين الفرن يا حبيبي اهو نغطيها علشان تستيقوا ونحطها في الفرن دلوقت يا حبيبي هننزل باللبن بالنشا على الرز خلاص كده يعتبر الرز طب كده خلاص فهننزل باللبن والنشا اذا فكركم السكر حسب الرغبة فيه ناس بتحبوا حلوه فيه ناس بتحبوا يعني نص نص كده يعني بصوا بقى يا حبيبي هوت هنسيبوا بقى يطيب دلوقتي يا حبيبي شكل الرز بلبن النهائي اللهم صلي على النبي بصوا اهو شايفين الجمال شايفين الشكل الجميل ما دقتوش انتوا بقى الطعام وقادي الصينية بتاعتنا طلعت من الفرن يا حبيبي صينية الحمام الله اكبر عليها جميلة جميلة مش عاوزة اقول لكم ودلوقتي الشكل النهائي للأكل احلى حمام مشوي هتكلوه بإذن الله واحلى رز بالكاري بالكبد وبالقوانس ومعانا الصص بتاع الحمام كان طعمه تحفى وكان طعمه رائع مش عايز اقول لكم على الطعم كان عامل ازاي جربوا يا حبيبي بالخلطة اللي انا عملتها وجربوا الطريقة بتاعت الحمام المشوي دي وانتوا هتشوفوا الطعم وهتشوفوا الجمال الحمامة كانت دايبة في بقنا والله العظيم وإحنا ابناكم بصوا اهو بصوا الشكل النهائي ده رائع رائع وقادي يا حبيبي شكل الرز بلبن في الاخر والسلام عليكم ورحمة الله